هل تريد أن تكون صلاتك صحيحة مقبولة؟ إذن لابد أن تحقق شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها فمنها دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بالإجماع قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأوقات الصلاة الخمس معروفة وهي ثلاثة عند الحاجة إلى الجمع فوقت لصلاتي النهار الظهر والعصر ووقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء ووقت لصلاة الفجر قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن شروط صحة الصلاة أيضا ستر العورة وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدى الوجه والكفين ومنها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ومنها طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة ومنها استقبال القبلة قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ويسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وفي النافلة في السفر ومنها النية فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه فاحذر من الإخلال بشروط الصلاة كي لا تعرضها للبطلان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إذا أردت المحافظة على صحة صلاتك فتجنب مبطلات الصلاة ومنها بطلان الطهارة قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور وكشف العورة فإن انكشف جزء يسير من غير تعمد لم تبطل صلاته وكذا لو انكشف جزء كبير وستره في الحال والانحراف الكثير عن جهة القبلة من غير عذر ووجود نجاسة على بدن المصلي أو ثيابه أو مكان صلاته فإن علم بها فأزالها في الحال فصلاته صحيحة وكذلك إذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة والحركات الكثيرة لغير ضرورة قال تعالى وقوموا لله قانتين قال ابن عبدالبر أجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها وترك ركن من الأركان أو زيادة ركن فعلي كالركوع والسجود عمدا أو تقديم بعض الأركان على بعض وتغيير بعض الفاتحة تغييرا يحيل المعنى كأن يضم تاء أنعمت فيقرأها أنعمت وترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكرا كالتشهد الأول وقطع النية بأن ينوي ترك الصلاة والسلام عمدا قبل تمامها والكلام العمد في غير مصلحة الصلاة مع الذكر والعلم أما الناس والجاهل والمتكلم في مصلحة الصلاة فلا تبطل صلاته بذلك والقاقها أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة والأكل والشرب عمدا أما إذا ابتلع ما بين أسنانه دون تعمد فلا تبطل صلاته فحافظ على صلاتك وعلى سائر أعمالك واحذر مما يبطلها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أطيعوا الله أطيعواه ترجمة نانسي قنقر